تعرفي الهرمون الأستروجين مش بس بيأثر على فكرة التغيرات اللي بتحصل بجسم المرأة ولكن هو بأثر بشكل كتير كبير على كثافة العظام على القدرة على التركيز على الحماية من مشاكل الهبات الساخنة أو حتى الاريتابلتي اللي هي عدم القدرة على التحمل المحيط اللي الشخص بيكون فيه فهرمون الأستروجين وجوده بالجسم يعتبر أساسي انقطاع وجود هرمون الأستروجين قبل العمر المناسب عن جد بيعمل العديد من المشاكل النفسية عند الشخص وكمان حتى بعد انقطاع الدورة الشهرية بنشوف انه السيدة بتتأثر بطريقة سلبية بسبب نقص الأستروجين عنها بأجسامهم وطبعا هاي التأثيرات بتيجي على شكل حدوث الهبات الساخنة بشكل دايما مستمر بنشوف انه في عندي بصير صعوبة في النوم في عندي عصبية وأرق دائم في عندي تغيرات وتقلبات مزاجية غير مفهومة وكمان في عندي مشاكل بالحفاظ على كثافة العظام وكثافة الكتلة العضلية عندي بالجسم فالأستروجين بيلعب دور كتير مهم مش بس بفكرة التغيرات الجسدية اللي بتحصل للمرأة ولا حتى في فقط تنظيم الدورة الشهرية ولكن هو بفوت بتنظيم معظم الهرمونات اللي بتكون عندي موجودة بالجسم تنظيم المزاج قدرة الجسم على الاسترخاء وأكيد كثافة العظام والكتلة العضلية بتعتبر دور أساسي نعم طيب شو العوامل اللي بتتأثر بإفراز هذا الهرمون أوكي في عنا عوامل عدة بتتأثر بإفراز هرمون الأستروجين مثل ما ذكرنا دانا انه احنا اول شي بنشوف اذا كان في عندي صبايا صغار بالسن أو سيدات صغار بالسن وللأسف عندهم نقص بالأستروجين اللي بنشوفه انه شكل الجسم اولا بيبدأ يتغير بصير في عندي ظهور أكثر للشعر بصير في عندي تراكم دهون على منطقة البطن فبيبين الجسم أنه يكون شبيه الجسم الذكوري بدل من الجسم الإناثي وطبعا بيكون في عندي عدم انتظام بالدورة الشهرية واللي بيأثر كمان أكثر على زيادة الوزن وبنفوت بحلقة زيادة الوزن اللي بتأدي إلى انقطاع في الدورة الشهرية أو عدم انتظام الدورة الشهرية اللي ممكن تأدي إلى أو بتكون مسببة من تكييسات المبايض اللي بيأدي إلى مقاومة الأنسلين في معظم الحالات وكمان بيأدي بالنهاية إلى زيادة في الوزن فبنفوت بهاي الدائرة وللأسف صعب أنه نحن نخلص منها إلا إذا نحن ويبروك ذا تشين كسرنا هاي الدائرة في منطقة معينة وعادة إحنا بنختار إما أنه نحن نلجأ للطرق الغذائية العلاجية الصحيحة برفع مستويات الأستروجن بأجسامنا بالطريقة الطبيعية ممكن في بعض الحالات نلجأ للهورمون ريبليسمين تيرابي من سير نعطي بدائل للهورمون عندي بالجسم لحتى نرفع الأستروجن وكمان بنشتغل على فكرة نزول الوزن والتخلص من مقاومة الإنسلين عبر أخذ أدوية بتساعد على التخلص من مقاومة الإنسلين نعم هل هناك مثلا بيكون رند عشان زي ما حكيتي هي حلقة بتصير صح هل هناك فحص واضح للتشخيص أنه عندنا نقص بهرمون الأستروجين نعم عادة الطبيب النسائية هو اللي بيطلب هاي الفحوصات وطبعا هاي الفحوصات بتكون بأيام معينة من الشهر يفضل أنه نحن نعملها نفحص فيها عندي قديش اللوتونيزينج هورمون قديش عندي الهورمونات اللي بتكون موجودة عندي بالجسم وعلى أساسه بنقدر نقيم إذا المشكلة بسبب الهورمونات إذا ما كانت بسبب الهورمونات وقتها بنعمل فحوصات لنفحص بشكل عام مقاومة الإنسلين والأسباب الأخرى اللي ممكن تؤدي إلى انقطاع في الدورة الشهرية أو عدم انتظام وإذا ما كان هذا السبب في معظم الحالات بيكون الوزن هو المسبب الرئيسي طيب شو الأمور التغذوية والطبيعية اللي ممكن من خلالها نزيد من إفراز هذا الهورمون بشكل عام في عندي فئات معينة دانا لازم نركز عليهم لحتى يركزوا على مستويات الأستروجين نحن نعرف أن الأستروجين يفرز من قبل المبايض بشكل كتير كبير فعند انقطاع الدورة الشهرية والوصول إلى سن الأمل عند السيدات بيصير في عندي عدم قدرة على إنتاج الأستروجين بكميات كافية من المبايض فبصير الأستروجين يعتمد إفرازه على الخلايا الدهنية فكل ما بيكون في عندي دهن كل ما بيكون في عندي إفراز للأستروجين بس طبعا لمت معين للدهون باللمت الصحي إذا بيكون في عندي لمت أو محتوى الجسم من الدهون أقل من الطبيعي على فكرة بنفوت بحالة اسمها آمنورية اللي هي عدم وجود الدورة الشهرية بسبب نقص الدهون عندي بالجسم ولكن إذا كان عندي إفراط في مستويات الدهون بنفوت عندي بحالة جديدة اللي هي التكيّسات اللي بتمنع كمان الدورة الشهرية فالنسبة الطبيعية طبعا بعد بلوغ سن الأمل اللي بيصير عندي أنه الاعتماد على إفراز الأستروجين بيصير من قبل الخلايا الدهنية بدل من المبايض ولكن الخلايا الدهنية غير قادرة على إفراز كميات كافية من الأستروجين هون بنصير بنشوف الأعراض اللي إحنا ذكرناها قبل مثل الهبات السخنة العصبية عدم قدرة على التحكم بالمزاج والأرق وكمان بيصير في عندي فقدان لكثافة العظام هون ممكن أنه نحنا نلجأ للطرق الطبيعية لرفع مستويات الأستروجين اللي هي دائما بتكون أفضل من اللجوء إلى بدائل الهرمونية اللي ممكن تزيد من خطر الإصابة بالسرطانات المتعددة بتشمل طبعا الطرق الطبيعية أول إشي نركز على فول الصويا الصويا يعتبر مصدر جيد جدا للأستروجين وبيرفع الأستروجين بالجسم بطرق طبيعية احنا بنمتنع عن تناول الصويا للأشخاص اللي عندهم إما هستري أنه عندهم كان سرطان متعلق بالأجهزة التناسلية عند النساء أو في عندهم عامل وراثي بالعائلة هون بنمتنع عن الصويا ولكن بشكل عام الصويا يعتبر آمن ومنقدر ناخد لحديد ثلاث أكواب باليوم يفضل أخذه على شكل الحليب حليب الصويا ولكن ضروري أنه نحنا نقرأ على اللوائح الغذائية أنه ما يكون مضاف له سكر عادة حليب الصويا بيجي فيه نسب عالية جدا من السكر فالأفضل أنه نحنا نقرأ اللائحة الغذائية لنقدر نقيم إذا المرأة بدأت تناول حليب من صحة بهذا العمر بحليب الصويا بدون سكر صح مش بالضرورة كل الثلاث أكواب أو الأربع أكواب اللي هي بتحتاجهم باليوم أو الأربع حصص يكونوا من الصويا ولكن لو حصة واحدة يعتبر ريد إضافة بذور الكتان على الأغذية تعتبر أساسية بذور الكتان لفلاكس سيت بتساعد بشكل كتير كبير على تقليد عمل الأستروجن تممكس الأستروجن عندي بالجسم فبالتالي بنقدر ناخد فائدة غذائية كبيرة شريطة أنه بذور الكتان اللي إحنا عم نستخدمها تكون مطحونة لحتى الجسم يقدر يمتصها هذا كانت سؤالي لأنه دائما هو موجود بذور الكتان ولكن إذا حطيناه زي ما هو ما رح ناخد الفائدة للأسف لا زيه زي السمسم الجسم بيخرجه زي ما هو بيأكله فيفضل أنه نحنا نطحن بذور الكتان والطحن لازم يكون ما بين كل يومين إلى ثلاث أيام كمان نركز على بذور السمسم وخاصة السمسم المطحون بيعطيني فائدة غذائية كتير كبيرة تركيزنا على الفاكهة المجففة بترفع مستويات الأستروجين أكيد الخضار الورقية الداكنة كمان بتساعد بشكل كتير كبير وما ننسى الدور الفعال للحبوب والمكملات الغذائية مثل بريم روز أويل اللي بيستخدمون النساء اللي بيساعد على استرخاء العضلات والتقليل من الهبات الساخنة تمام الألبان كمان إلها دور بتحكير اللبن بشكل كتير كبير بيساعد أولا أن نعطينا الشعور بالشبع لفترة أطول بيساعد أن ناخد بروبيوتكس البكتيريا النافعة والبريبيوتكس الغذاء تبع البكتيريا اللي بيساعد بشكل كتير كبير وكمان بيساهم برفع مستويات الأستروجين طبعا اليوم إحنا معانا اللبن البلدي من طيبة اللي بميز هذا اللبن دعانا أنه هو مصنوع من حليب بقري طبيعي 100% بدون أي إضافات بدون أي هرمونات أو منكهات أنا دائما على فكرة باختار منتجات طيبة أو طبعا المراعي اللي هي تعتبر طبيعية وصحية 100% تمام طيب نصيحة أخيرة إذن لي زيادة هرمون الأستروجين والحفاظ على صحة المرأة رند؟ بشكل عام نركز أكثر إشي لرفع الأستروجين على الأغذية بدل من بدائل الهرمون أو الهرمون replacement therapy نركز لأكثر على الغذاء خلينا كمان نركز على فكرة أنه نحن نعمل فحوصات دورية لكثافة العظام ما بعد سن معين عند النساء وبالأخص إذا كانت أوزانهم طبيعية شغلة الوحيدة المنيحة بزيادة الوزن عند النساء أنها بتحافظ على كثافة العظم هذا الإشي الوحيد وكمان نحافظ على مستويات الفيتامين دال نمارس الرياضة عن جد بما لا يقل عن 3 إلى 4 مرات في الأسبوع مش بالضرورة رياضة مرهقة للجسم المشي يعتبر رياضة أروح أصف سيارتي بعيدة عن السوبرماركت 10 دقايق يعتبر رياضة رياضة إلها علاقة أكيد طبعا رفع هرمون الأستروجين لأن الخلايا الدهنية هي اللي بتفرز الأستروجين لما أنا أحرك وبنشط هاي الخلايا الدهنية وبخلي يكون فيها التفاعل أكثر أكيد بتفرز أستروجين أكثر وما ننسى أنه نحن ممكن ناخد أي من الأعشاب العطرية اللي بتساعد على استرخاء العضلات في حالات الهبات الساخنة شكرا إليك راندا نورتينا